لا تزال الأمال تتعلق بفرص التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وإتمام سفقة التبادل بين حماس وإسرائيل حيث تدفع كل الأطراف الفاعلة والوسطى لعقد جلسة محادثات جديدة من أجل التوصل إلى هذه الهدنة شبكة سي أنان الأمريكية نقلت عن مصدر دبلوماسي أن حماس تتمسك بحجة أن نتنياهو يريد استمار الحرب وهو غير مهتم بوقف اطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة إلا أن الشبكة أكدت نقلا عن مصادر بأن الحركة ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة الخميسة المقبل بدورها أفادت وولد ستريت جورنال بأن رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى الصنوار قال في رسالة تم نقلها إلى الوسطاء العرب أنه إذا كانت إسرائيل جادة بشان المفاوضات وتريد مشاركة حماس فعليها وقف عملياتها العسكرية في غزة أولا في المقابل نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لإدعاءات بأنه أضاف مطالب جديدة إلى مسودة صفقة التهدئة مشيرا إلى النحماسية التي طالبت بتسعة وعشرين تعديلا جديلا ورغم ذلك يسر نتنياهو خلافا لقادة الأجهزة الأمنية لديه على بقاء قواته على محور فلادلفيا والسيطرة على معبر رفح بينما ترفض مصر وحماس والسلطة الفلسطينية ذلك ويقترحون ترتيبات أمنية وضمانات كما يسر نتنياهو على وجود قواته في محور نتساريم وسط القطاع بذريعة منع آلاف المسلحين من العودة إلى شمال قطاع غزة وترفض حماس ذلك وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل ستطالب بقائمة واضحة سلفا بالمحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين سيجري إطلاق صراحهم في المرحلة الأولى وترحيل الأسرى الفلسطينيين من من يقضون أحكاما عالية في السجون الإسرائيلية وستشملهم الصفقة إلى الخارج للمزيد معنا من رام الله أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي دكتور مصطفى مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار من بين هذه المؤشرات التي تظهر على السطح هل يبدو أن هناك أملا في صفقة وجولة المفاوضات المقبلة برأيك؟ للأسف كلما ظهر أمل بأن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة يقوم نتنيعه بقتلها وهو طبعا أركان حكومته الفاشية من أمثال بينكبير وسموتريتش الذين كما هو واضح لا يريدون أن تنجح المفاوضات يريدون استمرار الحرب ويريدون أكثر من ذلك يريدون أن تجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة وهذا يفسر العمليات التي قاموا بها في الأيام الأخيرة سواء المجزر الوحشية التي ارتكبت في مدرسة التابعين أو الاعتداءات اليوم على المسجد الأقصى ومحاولة فرض تقسيم زماني ومكاني فيه وإجراء صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى أو عمليات القصف الإجرامي المستمرة على مدار الساعة أنا برأيي نتنياهو هو الذي فرض أو حاول أن يفرض شروط جديدة وسأذكر بعضها فقط للعلم أولا هو يطالب ببقاء جيش الاحتلال في محور في الأدلفية وهذا لم يكن موجودا في العرض الذي قدمه بايدن يطالب بأن يبقى في معبر رفح وهذا أيضا كان مرفوضا ولم يكن موجودا في العرض الذي قدم ووافقت عليه حماس يطالب بأن يبقى في نتساريم مع أن الاقتفاق كان يقضي بخروج الجيش الإسرائيلي من كافة المناطق السكانية وأذهابه إلى منطقة الحدود في المرحلة الأولى رابعا هو الآن يريد أن يمنع عودة الناس إلى الشمال بحجة عدم السماح للمقاتلين بالعودة إلى الشمال طب لماذا يعود المقاتلين؟ المقاتلون موجودون أصلا في الشمال لم يتركوا بيت لاهية ولم يتركوا بيت حنون ولم يتركوا يعني العمليات ما زالت تجري أيضا في الشمال بالتالي هاي حجج وذرائع لإفشال المفاوضات وأخطر ما يقوم به نتنياهو أنه يحاول أن يفرض استمرار الحرب يقول أنا أريد أن أسترد الأسرة وأكمل العمليات العسكرية ويعلن كل يوم أن الحرب لن تتوقف وكما تعلم دكتور مصطفى أنه الطرف الآخر يعني الإسرائيلي يقول بأن السنوار لا يريد وقف هذه الحرب هو يريد أيضا حرب إقليمية من أجل تخفيف الضغط على غزة وبالتالي تكون مواقف أقوى حينما يكون هناك وحدة للسحات من أجل أيضا فرض شروط مقابل هذه الشروط التي تتصاعد من جانب نتنياهو ما رأيك؟ رأيي أن ما يقوله الإسرائيليون كذب وما يدعيه نتنياهو كذب واضح سأشرح لكلمة هذا بالنسبة للسنوار الحرب كان يجب أن تنتهي في الثامن من أكتوبر بالنسبة له الأهداف تحققت في السابع من أكتوبر وبالتالي لا نية لحماس ولا رغبة لديها باستمرار هذه الحرب التي تلحق أضرارا فادحة جدا بالشعب الفلسطيني الذي المعني باستمرار الحرب هو من يخطط لتطهير عرقي كامل لقطاع غزة وهو الجانب الإسرائيلي أما لماذا نحتاج إلى توسيع الحرب إن كان من الممكن إنهاء الحرب الهزيمة بالنسبة لإسرائيل هو بقاء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم رحيله وهذا هو في الواقع ما يمكن أن يسعى إليه الجانب الفلسطيني أن تتوقف الحرب دون أن يهجر أهل غزة كل هدف إسرائيل من عدوانها على غزة منذ اللحظة الأولى كان أربع عشياء القضاء على المقاومة واختلاعها فشلوا في ذلك السيطرة العسكرية المطلقة على غزة فشلوا في ذلك والدليل إطلاق صواريخ اليوم على تل أبيب لكن لم تفعل أي شيء طيب معلش مش الهدف أن تفعل شيء الهدف أن تقول لإسرائيل أن المقاومة موجودة والنقطة الثالثة استرداد الأسرى بالقوة لم ينجحوا إلا مرة واحدة بمساعدة أمريكية كما تعلم أما الهدف الرابع وهو التطهير العرقي ففشلوا فيه بسبب صمود وبطولة أهل غزة وخاصة شمال غزة ومدينة غزة الذين بقوا أفشلوا المخطط لذلك هو يريد استمرار الحرب نتنياهو الآن على أمل تدمير كل مقاومات الحياة في قطاع غزة لأنه هدفه لم يتغير التطهير العرقي دكتور مصطفى هل هناك أي تعويل على الصراع وربما هذه المناكفات بين غالانت ونتنياهو خصوصا وأن غالانت كان واضح في كلامه حين قال بأن إسرائيل هي من تعطل هذه المفاوضات وتعطل الوصول إلى سفقة هل هناك تعويل فلسطيني على حدوث شرخ في الصف الإسرائيلي لا أعتقد أن الفلسطينيين يعولوا على الشرخ القائم بين مكونات الحركة الصهيونية لأنه يعرفون أنه حتى المعارضة الإسرائيلية بما فيها لبيد للأسف تصطف في إطار التوجه الفاشي الآن المسيطر في إسرائيل والذي يشمل جزء الأكبر من المجتمع وليس فقط الحكومة لكن هذا التفتت الجاري في الحكومة الإسرائيلية له مهم طبعا مهم وخاصة عندما يخرج غالانت ويفضح الموقف ويقر بأن الذي يمنع الوصول إلى اتفاق هو نتنياهو ويقر بشيء آخر لا يقل أهمية أن حديث نتنياهو عن نصر المطلق وسعيه لاستمرار الحرب من أجل تحقيق النصر المطلق يقول عنه أنه هراء وكلام سخيف عندما يصدر هذا الكلام ليس عن أي شخص عن وزير جيش الاحتلال المسؤول الأول عن كل العمليات العسكرية التي تكون بها إسرائيل وعندما يصل الأمر في مكتب نتنياهو إلى وصف غالانت عمليا بالخيانة لأنه يقول له أنه يكرر قول الأعداء هذا يعني أن هناك خلافات عميقة وخطيرة موجودة في هذا البنيان الذي يعاني الآن من التفتت أهم سبب لتفتته فشلوا في تحقيق أهداف الحرب وحسب وولد ستريت جورنال فإن الصنوار أيضا يربط المفاوضات بوقف العمليات العسكرية أولا هذا يعيدنا ربما للمربع الأول ألا يقدم الصنوار برأيك دكتور مصطفى درائع لإسرائيل لنتنياهو تحديدا للقول بأن حماس لا تريد التفاوض شوف يا أخي الكريم الولد ستريت جورنال ليست مصدر موثوق منذ بداية الحرب دائما تقوم بنشر دسائس وأنت تذكر عندما نشروا ادعاءات بخلافات عميقة داخل حركة حماس بين الجناح العسكري والسياسي ثم تضحى أنه كله كان هراء وكذب هي دائما دكتور مصطفى هي دائما تتحدث على أن هناك رسائل للوسطى في كل مرة تكرر ذلك هل يبدو دقيقا لا لا غير دقيق وهي هم شو قالوا قالوا موقف السنوار بس شوهوا موقف السنوار هو مثل موقف كل حركة حماس منذ اللحظة الأولى وموقف المقاومة عموما عندما تبدأ المرحلة الأولى أي تبادل الأسرة المرحلة الأولى يجب أن يكون وقف تام لإطلاق النار هذا هو الذي يقال يعني وقف العمليات العسكرية بالكامل وهذا ما قاله بايدن هذا ما هو موجود في نص الاتفاق الذي يخرج عليه نتنياهو الآن أثناء العملية الأولى المرحلة الأولى التي قد تستمر ست أسابيع وقف إطلاق نار دائم وتبدأ عملية تبادل الأسرة وبعد ذلك خلال تلك الفترة يجري التفاوض على تفاصيل المرحلة الثانية ولكن لا عودة إلى الحرب هذا يعني كان مكتوب في الاتفاق اللي بعدين الأميركان نفسهم تراجعوا عنه أنه أثناء المفاوضات حتى لو طالت أكثر من ست أسابيع لا عودة للعمليات العسكرية طيب هناك غموض حول مشاركة حماس من عدمها في الجولة المقبلة هل من الواضح أن الحركة ستشارك في هذه المفاوضات دكتور مصطفى أنا قراءتي نعم أنها ستشارك هي لم تقل أنها تقاطع هي قالت أنها ترفض أن يجري إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه وبالتالي طالبت الوسطاء بأن يتدخلوا ويضعوا على الطاولة تفاصيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ثلاث مرات حتى الآن نتنياهو بعد أن يتم الاتفاق على شيء هو يعلن أنه قبله يعود ويتراجع ويغير الشروط وهذه المرة أيضا المرة الثالثة فعلها في شهر شباط فعلها في شهر نيسان فعلها في شهر عزيران والآن يفعلها للمرة الرابعة حتى ليس الثالثة بالتالي حماس قالت أنه لا عودة للتفاوض على ما تم الاتفاق عليه ولكن يجب وضع عاليات لتنفيذه هذا هو الموقف لا أعتقد أنهم قالوا أنهم سيقاطعوا المفاوضات شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك